في الحقيقة قيس سعيد كان ليست مفاجأة. شعب التونسي كانت تجربة له مرة في الحقيقة مع جميع الأحزاب من 2011 إلى حد اليوم. فاختار رئيس قيس سعيد وسيد رئيس قيس سعيد. كان في المستوى المطلوب للشعب التونسي. هذه حقيقة شعب التونسي واليوم أغلبية السياسيين أو المحلين السياسيين أو بعض الأعلاميين يقولون أن قيس سعيد له برنامج سياسي أو انصح التعبير أو حزب جديد. في الحقيقة هذا ليس صحيح. لأن قيس سعيد حزبه الوحيد هو الشعب التونسي. الشعب التونسي الفقير. الشعب التونسي له ثقة كبيرة في قيس سعيد. وكل يوم قيس سعيد يكون له أنصار جدد من الشريحة التونسية. قيس سعيد يريدون التشويه. وهذه أنا أدافع على قيس سعيد أو الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية لقيس سعيد. ولكن هذه حقيقة المرة. وأن حركة النهضة كانت مسيطرة على السياسة في تونس. وهي الحزب الأول والواحد الأحد في تونس. وقيس سعيد كان في المستوى المطلوب لشعب التونسي. لأن حركة النهضة وأنصار حركة النهضة أو شركاء حركة النهضة في الحكم فشلوا حقيقة من 2011 إلى حد اليوم. والوضع الاقتصادي والاجتماعي. هذا دليل. وأن الطبقة السياسية ككل حقيقة أي حزب جديد يكون له شعبية محترمة أو يكون له أنصار في سعود يكون حملة تكون تخول عليه حملة تشويه كميرا. دعني هنا أسأل عن هذه تخول عليه ترجمة نانسي قنقر شكرا